بيقولك تجار الرز مرديوش يشتروا بفلوسهم شهادات وحطوا كل فلوسهم في الرز وده على أمل أنه هيديهم أرباح أكتر من شهادات الـ 25% فهل تحصل معهم فعلا؟ وقال الاستثمار في الرز أحسن من الشهادات خليكم معايا في الفيديو ده علشان أقولكم اللي حصل مع تجار الرز في مصر وحقيقة خلافهم مع الحكومة ومين اللي كلامه؟ ماشي في الآخر أنا أية لو أنني أكمل معايا الفيديو الآخر عشان تعرف كل التفاصيل عمر أديب قال تصريح غريب جدا وهو أن تجار الرز كان معهم فلوس فضلوا أنهم يشتروا بيها رز ويخزنوا ويمنعهم ظلوا الأسواق وده على أمل أن سعره يرتفع ويدديهم فايدة أكبر من فوائد شهادات الادخار واللي أصدرها البنك الأهلي وبنك مصر بفايدة 25% طيب هو إيه اللي حصل مع تجار الرز؟ وليه خبر الرز وتسببه في اختفاءه الفترة اللي فاتت؟ هقول لك يا سيدي حسب تصريحات النائب مجد الوليلي عضو شعبة الرز باتحاد الصناعات اتكلم مع الإعلامي عمر أديب عن تأثير قرار تحرير سعر الرز وإزاي قرار إلغاء التسعير الإجباري هيأثر على الأسعار وقال إن مصر هتبدأ في زراعة الرز بعد شهرين من دلوقتي وده لأن الموسم الجديد بيبدأ في مايو وعلشان كده لازم الحكومة تتعلم من أخطاقها السنة اللي فاتت والسنة دي تحاول تتفاوط صح مع التجار عمر أديب سأل سؤال تاني وقال له افرد يعني الرز وصل سعره 30 جنيه الناس هتعمل ايه؟ لكن الغريبة إن النائب مجد الوليلي رده وقال له هتشتري طب هتعمل ايه؟ التاجر هيقول للي مش عاجبه ما يشتريش قال كمان إن وزير التموين الدكتورة علي مصلحي نجح إنه يعمل مناقصة وقدر يستورد حوالي 100 طن الرز هندي من الخارج والكمية دي الحكومة جابتها علشان توفر الرز لأصحاب البطاقات التموينية ولما أديب سألوا عن أسباب زيادة سعر الرز ردوا وقال له إن ده بسبب ارتفاع أسعار كل السلعة غير كمان إن كل المدخلات الصناعة تعتبر المستوردة منها الأكياس اللي بيتم تعبئة الرز فيها وكمان قطع غيار الماكينات اللي بتستخدم تعملية صناعة وتغليف الرز وعلى النائب مجد الوليلي عضو شعبة الرز باتحاد الصناعات على قرار إلغاء تسعير الرز وقال إن وزير التموين بزل جهد كبير في نجاح منظومة تسعير الرز والسيطرة على الأسعار ولكن في إيد خفية عندها القدرة إنها تخفي رز الشعير من الأسواق واتكلم إنه مش مع قرار إلغاء تسعير الرز دلوقتي وإنه المفروض كان القرار يكون من خلال وضع تسعيرها أعلى شوية لكن ما تتلغيش خالص وتتساب العملية للتجار إنهم يحددوا السعر لإن ده ممكن يرفع الأسعار بشكل أكبر دلوقتي بكتير جدا وتوقع إنه يرتفع سير الرز في الأسواق بعد قرار إلغاء تسعيرها وإنه يزيد عن 25 جنيه الفترة دي قال إن التجار رفضوا بيع الرز الشعير مقابل 11 ألف جنيه في الوقت اللي كانت شهادات الاستثمار مطروحة في البنوك بقيمة 25% وده ببساطة لإنهم كانوا عايزين ياخدوا أرباح أكبر من النسبة اللي كانت مطروحة للشهادات الحكومية وشافوا إن الرز هو اللي هيحقق ليه الأرباح دي لكن اتطمنوا وده لإن في بعض التجار توقع استقرار في أسعار الرز خلال الفترة اللي جاية وقالوا إن ده هيحصل نتيجة زيادة في المعروض بعد قرار الحكومة بإنهاء العمل بقرار تحديد سعر الرز الأبيض لمدة 3 شهور وقالوا إن السعر هيكون ما بين 12 ل 18 جنيه للكيلو خاصة مع تحركات المستثمرين اللي عملوا صفقات علشان يشتروا الرز الهندي واللي سعره بيكون حوالي 470 دولار للطن وده معناه إنه هيوصل للمواني المصرية سعر الطن لحوالي 15 ألف جنيه وهيدبع للمستهلك بحوالي 18 جنيه للكيلو الواحد وهيكون سعره أقل من المصري اللي موجود في الأسواق واللي هيكون حوالي من 21 ل24 جنيه للكيلو في النهاية بقى أقول لي رأيك في اللي عملو تجار الرز الفترة اللي فاتت